اشتركوا في القناة اسمه مسعد قطب اسمه مهبط مربوطات مع بطارية الطويل موجب مربوط مع القطب الموجب اللي اسمه مسعد والقصير سالب مربوط مع القطب السالب اللي اسمه مهبط جو الوعاء بيكون اما مصهور يعني ايونات موجبة وسالبة بس بدون مي او محلول ايونات موجبة وسالبة بوجود المي متى رح ندرس التحليل الكهربائي باستفاضة وباحتراف باذن الله بالفصل الثاني باخر درس بالفصل الثاني في الكيمياء الكهربائي طيب يا حبايب الايونات الموجبة والسالبة شو حكينا عنها في اخر حصة الماضية حكينا انه الايونات الموجبة رح تروح عند القطب السالب والايونات السالبة رح تروح عند القطب الموجب شك اتفقنا الايونات الموجبة اللي راحت عند القطب السالب الايونات الموجبة اللي راحت عند القطب السالب لاحظنا أن الأيونات الموجب اختفت تحولت المادة من مشحون موجب إلى مادة راسبة صلبة زي الرصاص وزي النحاس طب الأيونات الموجب هاي كيف راحت دلالة على أنها أخذت أشياء سالبة في ناس أعطاها إشي سالب يعني في جوة ذرة مكونات سالبة طيب الأشياء السالبة اللي راحت عند المصعد الأيونات السالبة هاي اللي راحت عند المصعد تحولت لمادة زي بي أر تو زي سي أر تو يعني راحت الشحن السالبة طيب كأنه أخذنا الشحن السالبة من عند المصعد وزتناها عند المهبط يعني كأنه أجينا على الأيون السالب أخذنا منه الأيون تاعه كيف أخذنا الأيون تاعه؟ معاته أخذنا إشي سالب والأيون الموجب خلناه يختفي يعني كأنه أعطيناه سالب فلاحظوا الكلمة أخذنا السالب من الأيونات السالبة وعطيناه للأيونات الموجبة فالأيون الموجب تحول إلى متعادل والأيون السالب تحول إلى متعادل يعني في حركة لأشياء سالبة صار جوة تحليل الكهربائي هذا الإشي يخلى العلماء يقولوا آه والله أعلم في جوة الذرة جوة الذرة مكون سالب يعني دالتون أخطأ أخطأ وعنده فشل شو هو أنه قال الذرة هي الجسيم متناهز صغر لا يمكن تجزئته يعني ما فيه جواته أشياء بس اكتشفنا من التحليل الكهربائي أنه لا 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 فيه جواته أشياء سالبة والدليل أن الأيونات السالبة فقدت هالإشي السالب والأيونات الموجب استقبلت هالإشي السالب وتعادلت الشحنات هون هون معناته لا لا يا دالتون في عندك خطأ أنك ما أشرت أنه جوة الذرة فيه مكونات أنت قلت الذرة أصغر إشي وما فيها إشي جواتها لا 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 فيه جواتها شيء اكتشفناه من التحليل الكهربائي حصة اليوم بتحكي عن تجربة ثانية هاي التجربة الثانية برضو كشفت انه عن جد فيه اشياء سالبة جوه الذرة جوه الذرة فيه اشياء سالبة اللي سميت فيما بعد بالالكترونات وهذا برضو كمان اثبت انه نموذج دالته لنموذج خاطئ تحالوا نقرأ تجارب التفريغ الكهربائي درس العلماء اثر تمرير تيار كهربائي قلنا في التحليل الكهربائي التحليل امرار التيار الكهربائي عبر المصاهير او المحالي اللي بشكلنا اما هون درس العلماء اثر تمرير تيار كهربائي ذي جهد كهربائي عالي عشان اكون صادق معكم هذا الجهد العالي تقريبا 20 الف بولت الكهرباء اللي في البيت الكهرباء اللي في الستوديو هون 220 اللي بتشغل المكيف بتشغل الكاميرا بتشغل التلفزيون 220 بولت الكهرباء المستخدمة في التحليل الكهرباء في التفريغ الكهربائي 20 ألف فولت تيار عالي جدا بيقول لك امرار تيار كهربائي ذي جهد عالي في أنبوب التفريغ الكهربائي شو هو أنبوب التفريغ الكهربائي عرف لنا يا ما هو أنبوب التفريغ الكهربائي اللي هو هذا هذا الأنبوب إيش هو؟ هو أنبوب زجاج يحتوي على غاز لازم يكون جواته غاز معين بغض النظر إيش هو؟ تحت ضغط منخفض جدا يعني 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 جو الأنبوب هذا المسكر جواته غاز ضغطه منخفض يعني شوية غاز يعني كأنه هذا الأنبوب فاضي كأنه فاضي في شوية غاز بيقول لك مزود بصفيحة فلزية تمثل القطب السالب المهبط وصفيحة أخرى تمثل القطب الموجب المسعد انتهى يعني إيش تعريفك أنت يا يا أنبوب التفريغ أنت يا أنبوب التفريغ إيش إيش؟ بيقول لك أنا أنبوب التفريغ مكون من أنبوب زجاج يحتوي جواته على غاز معين هذا الغاز هايدروجين هيليوم نيون أي غاز في الدنيا لكن كميته قليلة ضغطه منخفض وأيضا في صفيحة فلزية اسمها مهبط وصفيحة أخرى اسمها مسعد صفيحتين موجبة وسالبة وغاز ضغطه منخفض طيب شو صار؟ بيقول لك وعند توصيل القطبين بمصدر كهربائي يعني هذول القطبين القطب المهبط اللي هو السالب والمصعد اللي هو الموجب وصلناهم بمصدر جهد عالي تقريبا 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 20 ألف بولت هذا تمثيل للبرق زي البرق بساوي طيب عند إيصاله بمصدر جهد عالي بقول لك وعند توصيل القطبين بمصدر كهربائي جهده مرتفع يلاحظ كله مشاهدات بالعين انطلاق حزمة من الأشعة داخل الأنبوب الزجاجي يعني جوه الأنبوب ما بيكون في ضو أول ما نشبك الكهرباء ونعمل نشغل بتنطلق أشعة داخل الأنبوب الزجاجي هاي الأشعة أوكي نظرنا وعند التأثير عليها بمجال كهربائي تنحرف مبتعدة تعال 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 تنحرف مبتعدة عن القطب السالب طب بالله عليكم سؤال أنا عندي هنا صفيحة اسمها مهبط وهون صفيحة اسمها مصعد وكله في أنبوب زجاجي وأول ما شغلنا الكهرب أقول لنا التك صار في ضو شعاع هذا الشعاع طلع من جوه الصفيحة من نفس الصفيحة يعني من نفس الصفيحة هاي طلع هذا الشعاع طب هذا الشعاع عبارة عن إيش ما عرفنا راحوا جابوا مغناطيس أو مجال كهربائي لما قربوا قربوا المجال الكهربائي على هاي الأشعة هربت من السالب مبتعدة عن السالب معناته هاي الأشعة سالبة لأن السالب عن السالب تنافر سالب مع موجب تجاذب يعني لما نجيب مجال مغناطيسي ونعرضه لهاي الأشعة شوف السؤال شوف الكتاب مجال مغناطيسي هذا القطب سالب هذا القطب موجب لاحظ لاحظ إن حرفت مبتعدة مبتعدة عن القطب السالب إن حرفت مبتعدة عن السالب فأول استنتاج هاي الأشعة سالبة الشحنة بيقول لك وكذلك عند التأثير عليها باستخدام مجال مغناطيسي فإنها تنحرف مبتعدة عن مسارها أيضا يعني مش بس بتنحرف عن القطب السالب وحتى لما تجيب مغناطيس أو مجال مغناطيسي آخر بتنحرف عنه معناته هاي الأشعة فيها شحنات يعني هاي الأشعة أكيد مشحونة لأنها انحرفت مبتعدة عن القطب السالب فهي سالبة الشحنة وانحرفت عن مسارها دلالة على إنها جسيمات وقد توصل العلماء في هذه التجارب اللي هي تجارب التفريغي الكهربائي إلى أن هذه الأشعة جسيمات متناهية الصغر هاي الأشعة هاي الأشعة هي عبارة عن جسيمات متناهية الصغر تحمل شحنات سالبة تتحرك بسرعة عالية جدا سميت بالأشعة المهبطية تخيل لو الأستاذ أو المس عندك قل لك عرف الأشعة المهبطية أول شيء ليش سموها مهبطية لأنها بتطلع من المهبط باتجاه المصعد يعني ما طلعت من المصعد باتجاه المهبط لا من المهبط باتجاه المصعد من المهبط باتجاه المصعد سميت أشعة مهبطية لأنها من المهبط للمصعد طب شو تعريف هالأشعة المهبطية بيقول لك هي جسيمات متناهية الصغر لسه أصغر من الذرات كمان تحمل شحنات سالبة تتحرك بسرعة عالية أول إشي من المهبط للمصعد سميت مهبطية ثاني إشي ليش شحنتها سالبة لأنها انحرفت مبتعدة عن المجال السالب مبتعدة عن المجال السالب وهي صغيرة جدا آه يعني اكتشفنا أنه في جوة ذرات أشياء سالبة زي الأشعة اللي طلعت عنها أجريت تجارب عدة باستخدام أناديب تفريغ تهربائي يعني مش بس أنبوب تفريغ واحد أكثر من أنبوب تفريغ قل لك للتعرف على خصائص أخرى لهذه الأشعة يعني إحنا هاي الأشعة المهبطية اللي بتطلع من المهبط بتروح باتجاه المصعد أول إشي هي عند التأثير عليها بمجال كهربائي كهربائي بتهرب مبتعدة عن السالب مرة ثانية بنأثر عليها بمجال كهربائي تنحرف مبتعدة عن القطب السالب يعني هي إشارتها سالبة فبتهرب عن السالب أثروا عليها بمجال مغناطيسي تغيرت اتجاهها تغيرت اتجاهها معاته هي جسيمات مشحونة قل لك أجرينا أكثر من تجربة بأكثر من أنبوب عشان نعرف خصائص أخرى لهذه الأشعة وجرى التوصل إلى أن خصائصها شوف لا تتغير بتغير الصفيحة المكونة للمهبط يعني هذا المهبط مرة جبناه مكون من النحاس والغاز اللي هون هيليوم أنبوب ثاني هذا المهبط حديد والغاز اللي هون نيون مرة المهبط اللي هون فضة والغاز اللي جوه آرغون اكتشفوا العلماء أن الأشعة المهبطية سواء كان المهبط نحاس والغاز فضة الغاز هيليوم المهبط كان فرضا حديد والغاز نيون شو ما كان نوع المهبط شو ما كان نوع الغاز اكتشفوا العلماء أنه هاي الأشعة المهبطية خصائصها لا تتغير شو بتستنتج لما يكون الحديد بيطلع أشعة والفضة بيطلع أشعة والنحاس بيطلع أشعة اسمها مهبطية من المهبط للمصعد جسيمات متناهية الصغر سريعة جدا تهرب مبتعدة عن السالب يعني مهما تغير نوع المهبط هاي الأشعة تبقى نفس الصفات سالبة تهرب عن المجال الكهربائي السالب جسيمات مادية سريعة جدا فاستنتجوا قالوا مدام كل المواد اللي استخدمناها في المهبط طلعت نفس النوع من الأشعة معتوا هاي الأشعة مكون أساسي في كل الذرات قال لك إلى أن خصائصها لا تتغير بتغير نوع الصفيحة المكونة للمهبط في أنبوب التفريغ أو بتغير نوع الغاز يعني غير الغاز غير الصفيحة ما بفرق طيب شو صار قال لك مما يؤكد أن هذه الجسيمات اللي هي الإلكترونات هاي اللي هي الإلكترونات موجودة في ذرات العناصر جميعها يعني التفريغ الكهربائي خلانا نتأكد عن اللي صار في تحليل الكهربائي مرة ثانية بسرعة التحليل الكهربائي شو هو؟ هو عبارة عن أنبوبين هو عبارة عن قطبين موجب سالب مربوطات في بطارية طويل قصير الطويل موجب مربوط مع الموجب اللي اسمه مسعد القصير سالب مربوط مع السالب اللي اسمه مهبط حطينا جواته مصهور أو محلول حندرسه بعدين الآيونات الموجبة بتروح عند المهبط والآيونات السالبة بتروح عند المسعد شو شفنا في التحليل الكهربائي؟ الآيونات السالبة اللي راحت عند المسعد راحت الآيونات السالبة منها بطلت أيونات صارت عبارة عن CL2 PR2 طب والسالب والراح أجينا عند المهبط CU موجب 2 أو PB موجب بطل موجب تحول إلى CU راسب أو PB راسب ففيه إشي سالب طلع من عند المصعد رأى عند المهبط شطبنا السالب عند المصعد وتحول إلى CL2 PR2 والسالب رأى عند المهبط حول الآيونات CU أو PB إلى CU عادي معناته فيه إشي سالب طلع من المصعد إشي سالب طلع من المصعد وراح للمهبط قالوا طيب خلينا نسوي تفريغ كهربائي سوي تفريغ كهربائي وجدوا أن الأشعة اللي بتطلع من المهبط اسمها مهبطية لأنها تخرج من المهبط قالوا طيب هاي الأشعة المهبطية شو خصائصها هي عبارة عن أشعة سالبة ليش لأنه لما نأثر عليها بمجال سالب بتهرب عن السالب مبتعدة قالوا هي موجودة في كل الذرات في الدنيا كيف استخدمنا مرة مهبط حديد مرة فضة مرة ذهب مرة ألمنيوم الغاز الموجود وكان مرة غاز آرغون مرة غاز نيون مرة غاز هيليوم هاي الخصائص ظلت زي مهيلة الأشعة معاته هاي الأشعة تخرج من كل الذرات إذن هي مكون أساسي في كل الذرات وهذا الاستنتاج سميت هذه الأشعة المهبطية فيما بعد بإيش بالإلكترونات هذا هو قصة التفريغ الكهربائي والتحليل الكهربائي في عندكم وقت تجربة كاتب لك أنبوب تفريغ كهربائي طبعا خطير التفريغ الكهربائي لأنه تيار عالي جداً عشرين ألف بولت شوف كيف شكله المهبط بغض النظر شو نوعه المسعد بغض النظر شو نوعه الغاز اللي موجود هون بغض النظر شو نوعه لما نشغل البطارية أو المصدر الجهد رح تشوف أنه فيه أشعة طلعت من المهبط باتجاه المسعد من المهبط باتجاه المسعد هاي الأشعة اسمها مهبطية وهي سالبة الشحن ليه؟ لو جبت مغناطيس سالب وقربتوا عليها رح تهرب معناته شحنتها سالبة هذا الحكي اللي صار أولي رح يصير معاكم في التجربة اللي حتسوها في المختبر وفسر ظهور حزمة من الأشعة بين القطبين ليش طلعت أشعة بين القطبين؟ لأنه أنت بتعرفه أنت بتعرفه لازم لازم تعرفه أنه التيار الكهرباء العالي بيخلي هذا القطب سالب وهذا القطب موجب نتيجة التيار الكهرباء العالي جداً الجهد عالي جداً بتنطلق الأيونات السالبة بتنشلع بتنتزع من المهبط باتجاه المسعد يعني كأنه الأيونات السالبة اللي هون هذا الموجب بيقولها تعالي 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 كل ما كبرت تيار كل ما شلعها أكثر فانتقلت الإلكترونات أو الأشعة المهبطية من المهبط إلى المصعد ليه؟ لأنه الإلكترونات رح نعرف لقدام لقدام أنه الإلكترونات هاي أو الأشعة المهبطية ما بتكون جوة الذرة جوة النواة عفوا هي جوة الذرة بس مش جوة النواة بتكون في مستويات فأسهل إني أشلعها أسهل إني أنا أسحبها فيعتب لك أوضح أثر المجال المغناطيسي في مسار الأشعة إيش سوى أدى إلى انحرافها المجال المغناطيسي أدى إلى انحرافها استنتج بعض خصائص الأشعة تظهر في الأنبوب الأشعة هاي إشارتها سالبة سريعة جدا سالبة سريعة جدا تنحرف مبتعدة عن المجال الكهربائي السالب وهلوم مجر هذا النشاط اللي حتتعملوه في المدرسة إن شاء الله انتهى العم دالتون الله يعطي العافية بينه وبين ثومسون قرابة تسعين سنة نموذج دالتون طول ما فيه علماء كانوا يشتغلوا نتيجة أنه ما فيه كان تكنولوجيا عالية بعد بتسعين سنة طلع عنا العم ثومسون ثومسون درس مفهوم دالتون وشافه طور العلم شوي دالتون درس التفريغ الكهربائي ثومسون درس التفريغ الكهربائي والتحليل قال دالتون أستاذنا في عنده فشل في عنده نقص إيش هو؟ دالتون قال الزرة أصغر جزي أصغر جسم في المادة أو الزرة جسيمات متناهية الصغر ما شك قال؟ جسيمات متناهية الصغر لا يمكن تجزئتها طب والتفريغ الكهربائي والتحليل الكهربائي مش اكتشفوا أنه فيه أشياء سالبة جوة الزرة معناته دالتون مفهومك في مشكلة إذن فشل دالتون بأنه لم يشر إلى أن الذرة تحتوي على مكونات هو قال الذرة أصغر جسيم بس ما حكى عن مكوناتها ففشل فأجى ثومسون شو قال؟ استمر نموذج دالتون مدة من الزمن إلى أن جاء العالم ثومسون الذي أثبت وجود جسيمات سالبة الشحنة طبعا أثبتها بالتفريغ الكهربائي والتحليل تتكون منها الذرات يعني الذرة فيه جواتها أشياء سالبة طب سؤال بما أن الذرة متعادلة الشحنة كيف جوتها سالب وما فيش موجب؟ معتو لازم يكون فيه موجب قال لكم بما أن الذرة متعادلة الشحنة لابد من وجود شحنات موجبة لازم يكون فيه أشياء موجبة تعادل الشحنات السالبة فمنطقيا إذا الذرة فيها ألف مثلا مثلا الذرة الوحدة الكعبولة الصغيرة فسفوسة فيها ألف شحنة سالبة منطقيا لازم يكون فيها ألف موجب عشان يعادلوا بعض لأن الذرة بشكل عام متعادلة فثومسون إيش قال؟ قال آه الذرة فيها سالب من التفريغ والتحليل ولازم يكون فيها موجب ولازم يكون نفس الكمية لأن الذرة متعادلة هيك لازم يكون فشو قال؟ قال لابد من وجود شحنات موجبة تعادل الشحنات السالبة التي جرى إثبات وجودها مما دعاه إلى اقتراح نموذج ذري ثومسون له نموذج ذري زي دالتون له نموذج ذري إيش النموذج الذري لثومسون؟ قلنا دالتون شو حكى؟ الذرة جسيم متناهي الصغر لا يمكن تجزئته إلى أصغر طب ثومسون إيش قال؟ قال الذرة بعد ما اتطور العلم قال نموذج ثومسون يفترض فيه أن الذرة كرة متجانسة شوي شوي شوي؟ كرة متجانسة عشان السالب الموجب يلغو بعض من الشحنات الموجبة غرس فيها عدد من الأشياء السالبة اللي هي الإلكترونات مما يجعل الذرة متعادلة ما هو نموذج ثومسون؟ نموذج ثومسون الذرة كرة متجانسة شيعني متجانسة؟ يعني فيها الموجب موزع بانتظام الموجب موزع بانتظام تنغرس فيها الشحنات السالبة اللي هي الإلكترونات تنغرس فيها الشحنات السالبة أو الإلكترونات مما يجعل الذرة متعادلة كهربائيا هذا النموذج أحسن من نموذج دالتون لأن هذا النموذج أشار إلى أن الذرة كرة زي هذاك وأن الذرة فيها سالب وفيها موجب يعني أحسن من دالتون شوي بس المشكلة هي طلعوا كيف؟ أنه سالب وموجب يعني الذرة زي كانها مصمتة يعني محشية يعني ما فيها فراغات الذرة ما فيها فراغات يعني زي الفطبول اللي مسكر المحشي من جوه هذا الكلام كان في وقتها مقنع في الـ 1890 كان مقنع بس بعد فترة بس مش طويلة تطور العلمي كويس أجعلنا عالم اسمه راذرفورد أرنست راذرفورد هذا زلم يفهمان أمريكي هذا الزلم يفهمان قال آه ثومسون قال كذا ودالتون قال كذا بس أنا مش مقتنع أنا أنا كراذرفورد مش مقتنع اعطينا هو في زيائي مش مقتنع أنه السالب والموجب ثابتت يعني كل الكرة موجب مغروس فيها السالب مش مقتنع اللي خلاه يفكر لما سوينا الأشعة المهبطية أنه الأشياء السالبة أو الشحنات السالبة هي اللي طلعت مش العكس مش الموجب هو اللي طلع من الموجب طلع من المصعد للمهبط لا الأشعة كانت من المهبط للمصعد طب ليش مش العكس ففكر قال شوف الله أعلم أنه الأيونات السالبة أو الشحنات السالبة جاي سطحية جاي برة والموجب جوه فبدي أشتغل شغلي وشوف هالشغلي صح ولا لا يعني شاهد الأشعة المحبطية ليش السالب هو اللي تحرك باتجاه الموجب ليش مش الموجب تحرك باتجاه السالب معناته أكيد فيه فيه تركيب خاص جوه الذرة فيه تصفيطة خاصة خلت السالب هو اللي يطلع فأجل عم ريذرفورد وشو قال لم يمضي على نموذج ثومسون فترة طويلة أو زمن طويل حتى جاء العالم إيرنست ريذرفورد بنموذج أكثر قبولا نموذج أكثر قبولا نموذج أفخم أحسن أجمل طيب إذ أطلقه شو سوى ريذرفورد نموذج أحسن بس كيف وصلنا له بيقول لك أطلق جسيمات ألفة طبعا جسيمات ألفة تكتب هكذا جسيمات ألفة هي أشعة نووية مكتشفة قديما من الفيزيائيين مكتشفة قديما عندها قدرة عالية على الاختراق زي أشعة قامة والأشياء هاي أطلق جسيمات ألفة وهي جسيمات موجبة الشحنة عالية السرعة تنبعث من عناصر مشعة يعني هاي فيزيائيين اكتشفوها قبلنا شو سوى ريذرفورد راح جاب أشعة ألفة وأطلقها زي الرصاص يعني طاق 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 أطلقها باتجاه صفيحة رقيقة من الذهب يعني جاب صفيحة ذهب صفيحة ذهب وجاب أشعة ألفة وأطلقها باتجاهها وجاب فيلم حساس كيف يعني فيلم حساس يعني زي غشاء هذا الغشاء بيبين لك الارتدادات تبعة الأشعة تاعت ألفة زي كيف صورة الورق اللي واحد يروح على المستشفى يصور إيده أو رجله ورق الأشعة جاب زيه وأطلق الأشعة تاعت ألفة على صفيحة الذهب وشاف شو صار جوه شاف بلاوي شاف في أشعة انحرفت شاف في أشعة اخترقت يعني شاف هنا في كميات من الإضاءة شاف في هون إضاءة طب أنا مطلق الأشعة شكل دغري المفروضة لقيها دغري هون راح شاف في شوية أشعة انحرفت وشوية اخترقت وشاف في أشعة ارتدت تعال نتفرج قل لك وكان المنلو توقع أن تعبر جسيمات ألفة بشكل مستقيم وهو طاخها بشكل مستقيم فالمفروض الظلماشي دغري فالفيلم الحساس هذا ما راح يكون عليه انعكاس للضوء إلا هون يعني هاي المنطقة راح تكون كثير فيها أشعة ضوئية يعني ما هيكون في ضوء هون لأن الأشعة ماشي دغري والأشعة بتمشي بخط مستقيم قل لك وكان من المتوقع أن تعبر جسيمات ألفة بشكل مستقيم يعني بتخذك صفحة الذهب بظل دغري إلا أن ما شاهده هو أن معظم الجسيمات تعبر عبر صفيحة الذهب في الجهة المقابلة بشكل مستقيم يعني اللي شافه أنه المعظم ظلماشي مستقيم يعني كمية منيحة ظلت مستقيم لكن في جسيمات لا وأن عددا قليلا من الجسيمات انحرف كلمة انحرف انتبه أشعة ألفة موجبة موجبة وهي ماشية إذا كان فراغ بظل ماشي دغري صح؟ امشي معي أشعة ألفة هي ماشية هي صفحة الذهب وهي ماشية بتمر بين الفراغات صح؟ في فراغ بتمر دغري ما بتنحرف بظل ماشي دغري هو شاف أنه الكمية الكبرى ظلت ماشي مستقيم إذن في فراغات جوة الذرة ثومسون قال لا الذرة مسكرة محشية حجوب معناته هي أول خزوق عند ثومسون طيب الأشعة ظلت ماشي دغري فراغات يعني في فراغ جوة الذرة طب الأشعة اللي انحرفت اللي انحرفت أشعة ألفة موجبة معناته في جوة الذرة أشياء موجبة فصار في تنافر وأن عدداً قليلاً من هذه الجزيمات انحرف وعدد قليل جداً يعني لسه أقل ارتد إلى الخلف يعني ريذرفورد شاهد ثلاث أشياء صفيحة ذهب وفيلم وأطلق أشعة ألفة الموجبة جزء كبير ظلماشي مستقيم جزء قليل انحرف وجزء أقل ارتد ها سمت برتد لما يصدم في شي لما يصدم في شي برتد لما يقرب من شيء مشابه في الشحنة بنحرف لما يمشي بالفراغ بظل ماشي مستقيم المشاهدات خلقت عنده شيء تعالوا نقرأ طلعوا الرسمة هاي مصدر أشعة ألفة لاحظوا بشكل مستقيم المفروض الأشعة تظل ماشي مستقيم يعني راح نشوف أشعة في هذا المكان لأنه تظل ماشي بخط مستقيم هو فعلاً شاف كمية مرتبة ماشي بخط مستقيم شاف فيه انحراف لبعض الأشعة يعني فيه انحرافات صارت هاي خلت عنده مشاهدة كيف الأشعة ماشت هيك راحت هيك هيك ترعت فوق وفيه أشعة ارتدت معاته قال آه الارتداد يعني فيه إشي جوه الضرة ضربت فيه من هي الأشعة هاي صغير كثير اللي هي أشعة ألفة صغير كثير وقادر على الاختراق أسألكم سؤال لما واحد روح على المستشفى وصور إيده لما يكون فيها رضة أو كسر أو شعر مش بتحط إيدك هيك وبيحطه الجهاز وبصوره إيدك هل إيدك بتتخزق يعني بتتفرج بعدها هيك بتسوي لا هي الأشعة شو عملت اخترقت الجلد واللحم استدمت بالعظم وعكست الصورة طب لو جبنا أشعة غير المستخدمة في التصوير هاي أشعة إكس اسمها لو جبنا أشعة أكثر قدرة على الاختراق زي ألفة وحطينا إيدنا رح تخترق العظم ليش؟ بس ما هتخزقه لأنها صغيرة كثير وعندها قدرة على الاختراق لو جبنا أشعة جامة هتخترق وتخترق وتخترق فكل ما كانت الأشعة أدق وأصغر يعني زي ألفة بتخترق أكثر لكن فيه إشي جوة الذرة خلاها ما تخترق تضرب وترجع طلعوا على الرسمة بيقول لك انحراف عدد قليل وهي ماشي انحرفت ليش؟ بلالة عن أنه فيه أشياء قربت منها وخلتها تبعد معظم مرور لأنه فراغات وكلمة الارتداد أنه فيه ماشي ضربت ضربت في أشياء وعكست الكمية الكبرى اخترق يعني فراغ الكمية الأقل انحراف يعني فيه إشي موجب والكمية الصغيرة ارتداد يعني فيه إشي موجب وحجمه منيح اللي خلى أشعة ألفة تضرب فيه وترتد هيك استنتج الزلمة فقل لك هون شاشة إيش؟ مفلورة يعني شاشة بتحكس الإضاءة قل لك يمكن تلخيص النتائج اللي توصل إليها الملاحظات والاستنتاجات يعني المشاهدات اللي بعينه وشو استنتج عمو فرداي اه اردرفورد قل لك نفاذ غالبية أشعة ألفة عند اصطدامها في صفحة الذهب هي صفحة الذهب الغالبية ظلت ماشي بخط مستقيم ما صار شي شي فاستنتج أنه معظم حجم الذرة فراغ أوبا يعني نموذج ثومسون ودالتون غلط هذا اللي قال الكرة محشية هذا الكرة كلها فراغ من جوه زي الفطبول من جوه فاضيه ثمين انحراف عدد قليل من الجسيمات يعني وجود نواة موجبة وهي حرفت مع أنه فيه إيش بشبهها منحرفت عنه وجود نواة يعني مركز موجب الشحنة تتنافر معه جسيمات ألفة إذا نستنتج أنه معظم حجم الذرة فراغ كيف؟ لأنه معظم الأشعة ظل ماشي بخط مستقيم نفاذ غالبية الأشعة بخط مستقيم معناته معظم حجم الذرة فراغ انحراف بعض الأشعة دلالة على أنه فيه أنوية موجبة موجبة الأشعة لما قربت منها انحرفت انحرفت طيب ارتداد عدد قليل من جسيمات ألفة معناته النواة الموجبة اللي حكينا عنها فوق صغيرة جداً تتركز فيها الكتلة يعني صح فيه أشعة انحرفت لأنها قربت من إشي موجب بس العدد الأقل ضرب ورجع معناته هاي هذا الإشي هو مركز موجب موجب وكتلته هي معظم كتلة الذرة فقال النواة الموجبة موجبة الشحنة صغيرة جداً تتركز فيها الكتلة فارتدت جسيمات ألفة مباشرة عند استدامها بالنواة ملخص ريدارفورد أطلق أشعة ألفة على صفيحة ذهب شاهد ثلاثة مشاهدات الكمية الكبرى من أشعة ألفة اخترقت دلالة على أن حجم الذرة فراغ اثنين جزء أقل من الأشعة انحرف عن مساره مما يدل على أن داخل الذرة جسيمات موجبة جسيمات موجبة أدت للانحراف طيب جزء أقل وأقل ارتد عن مساره ارتد عن مساره مما يعني أن النواة الموجبة صغيرة جدا تتركز فيها الكتلة لم تستطع أشعة ألفة اختراقها فارتدت ثلاثة مشاهدات بثلاثة استنتاجات وبناء على هذه النتائج تمكن ريدارفورد من تطوير نموذج جديد أطلق عليه نموذج ريدارفورد كم نموذج عندي أنا وياكم ثلاثة دالتون شو قال؟ قال الذرة هي أصغر جسم في المادة أو هي جسيمات متناهية الصغر لا يمكن تقسيمها وأخطأ لأنه ما أجابش سيرة الموجب والسالب بعد تسعين سنة أجا ثومسون ثومسون كان دارس التفريغ الكهربائي والتحليل الكهربائي قال في أشياء موجبة وأشياء سالبة بس كيف نقول؟ فشو قال نموذج الذري ثومسون قال الذرة جسيم متجانس كروي متجانس من الشحن الموجبة تنغرس فيه الشحنات السالبة اللي هي الإلكترونات فبكون الذرة كلها متعادلة أجا ريدارفورد نسفهم نسف قالهم معظم حجم الذرة فراغ لأن الأشعة معظمها اخترق تتركز الكتلة للذرة في النواة الموجبة لأنه فيه جسيمات انحرفت وفيه جسيمات ارتدت اقرأ قال لك نموذج الذرفورد افترض أن الذرة لها نواة صغيرة مشحونة بشحن موجبة يعني النواة هي الموجبة تتركز فيها كتلة الذرة يعني معظم كتلة الذرة للنواة وتدور الإلكترونات السالبة في الشحنة وأن معظم حجم الذرة فراغ يعني عمو ريدارفورد تخيل شكل الذرة هيك حواليها بتدور الإلكترونات يعني هون فيه ايش اسمه بروتون موجب له معظم كتلة الذرة والمعظم فراغ والإلكترونات بتلف حوالين الذرة حوالين النواة عفون مرة ثانية الذرة هيك اسمها ذرة هيك اسمها ذرة جوى الذرة فيه نواة موجبة هي فيها كتلة الذرة تتكون من أشياء موجبة ليه البروتونات حوالين النواة حوالين النواة تدور الإلكترونات لأنه معظم حجم الذرة زي ما تشايفين فراغ فالذرة هي الإشي الكبير جواته نواة موجبة الشحنة فيها الكتلة وحواليها بتدور الإلكترونات هيك هاردارفورد تخيل استمرت الدراسات والأبحاث حول مكونات الذرة فقد تمكن العالم شادو ويك اسمه شادو ويك من قذف صفيحة من البريليوم عنصر البريليوم رمزه بي اي بجسيمات ألفة يعني مش بس على الذهب برضو على البريليوم وتوصل إلى انطلاق إشعاعات على شكل جسيمات متعادلة يعني لسه كمان مش بس بروتون اللي هو الموجب والسالب لا فيه كمان جسيمات متعادلة جوه الذرة توصل إلى انطلاق إشعاعات على شكل جسيمات متعادلة سميت فيما بعد بالنيوترونات يعني الذرة فيها ثلاث أشياء بروتون موجب اللي هو اللي في النواة وإلكترون سالب اللي بلف وفيه جسيم متعادل اسمه نيوترون اكتشفه شادويك وبذلك جرى التوصل الى اسمع اسمع اسمعي الذرة اصغر جزء من العنصر يحمل صفاته وان كل عنصر مكون من نوع واحد من الذرات مرة ثانية الذرة اصغر جزء من العنصر عنصر الحديد عنصر الحديد شو اصغر اشي فيه ذرة الحديد عنصر الفضة شو اصغر اشي فيه ذرة الفضة عنصر الاكسوجين شو اصغر اشي فيه ذرة الاكسوجين وان الذرة بتحمل الصفات زي ما قلت لكم في اولها المسمار لما نقطعه هاي الذرة صفاتها زي صفات قطعة الحديد زي رسمة الذهب فالذرة اصغر جزء من العنصر ويحمل الصفات طيب كل عنصر مكون من نوع واحد من الذرات يعني عنصر الفضة مكون من نوع واحد من الذرات ذرات الفضة عنصر الذهب يتكون من نوع واحد من الذرات ذرات الذهب طب لما أجيب ذرتين مع بعض فرسمه مركب إذن كل عنصر يتكون من نوع واحد من الذرات طيب ويتتكون الذرات الذرات تتكون من ثلاث أنواع من الجسيمات يعني كل ذرة فيها ثلاث أنواع من الجسيمات بروتون ونيوترون وإلكترون يعني من الآخر من الآخر من الآخر أصغر جزء من المادة الذرة أصغر جزء من المادة الذرة بحيث تحمل الصفات تتكون المادة الواحدة من نفس النوع من الذرات الحديد يتكون من ذرات الحديد النحاس يتكون من ذرات النحاس كل ذرات النحاس متشابهة كل ذرات الحديد متشابهة طيب الذرة من إيش مكونة من ثلاث جسيمات الذرة من شو جواتها ثلاث جسيمات بروتون موجب إلكترون سالب ونيوترون متعادل هذا ملخص الكلام قال لك وعندما درست هذه الجسيمات وقورنت كتلتها وشحنتها ببعضها البعض جرت توصل إليه يعني صار في دراسات بعدين بتم لخصوا عليكم قورنت كتلتها وشحنتها ببعض البعض للإلكترون والبروتون والنيوترون هذول الثلاثة لما درسوا شحناتهم وكتلتهم وقصصهم وجدوا أنه كتلة البروتون مساوية للنيوترون يعني من الآن وطالع البروتون والنيوترون نفس الكتلة لاحظ كتلته واحد واحد نفس الكتلة بروتون ونيوترون البروتون موجب رمزه P النيوترون N small والإلكترون E small البروتون كتلته واحد للنيوترون كتلته واحد البروتون شحنته موجب النيوترون شحنته صفر الالكترون شحنته سالب فالمشحونات بروتون وإلكترون أما النيوترون متعادل لا يحمل شحنه طيب كتلته واحد كتلته واحد طيب الالكترون قدش كتلته قال لك وأن كتلة البروتون مساوية لكتلة النيوترون تقريبا يعني في أكثر شوي لكن خلص واحد واحد وأن كتلة الالكترون تساوي واحد على 1840 من البروتون عشان أقرب لكم إياها الأكبر كتلة بروتون ونيوترون الالكترون جدا صغير يعني الالكترون أصغر من البروتون ب1840 مرة الالكترون أصغر من البروتون ب1840 مرة فالالكترون جدا صغير وكتلته تقريبا يعني لو نقربلكوا اياها شفتوا كرة السلة كرة السلة مقارنة بالكرة الارضية البروتون قدل الكرة الارضية تخيل والالكترون قدل الكرة السلة فبقدر اقول الالكترون كتلته صفر هو مش صفر له كتلة لكن جدا صغيرة قللك وأن شحنة الالكترون تساوي شحنة البروتون فالالكترون شحنته والبروتون شحناته متشابهة انتبهوا الشحنة الالكترون سالب البروتون موجب الكتلة الالكترون صغير البروتون واحد النيوترون واحد شفت كيف نيوترون بروتون نفس الكتلة أما الالكترون صغير الشحنات الالكترون سالب واحد البروتون موجب واحد أما لنيوترون من اسمه نيوترال نيوترون متعادل قال لك وأن شحنة الإلكترون تساوي شحنة البروتون وتخالفها في الإشارة يعني قديش شحنة الإلكترون مثلا مثلا سالي بواحد البروتون نفس القيمة بس تخالفها في الإشارة موجب واحد والجدول هذا يبين الشحنات والذرات الشحنات والمكونات تبعتها إخواني الأعزاء الغاليين الفخمين هذا شكل عام للذرة تانكيو 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 بدي أنها الحصة كنت الله يسلم أديكي شكرا جزيلا جابوا لي ريال مدريد خلص عشان خلصنا الحصة آخر شي يعني عارفنا طولتها شوية 37 دقيقة بس خلص هذا الشكل العام للذرة أنه تتكون من نواة فيها لبروتون ولنيوترون لبروتون ولنيوترون جو النواة حواليها فراغ وهذا الضباب هو مكان تواجد الإلكترونات اسمه مكان تواجد الإلكترونات اللي هو الضباب حواليها ولكن المعظم شو ماله معظم فراغ البروتونات موجبة الشحنة والنيوترونات التي لا تحمل شحنة في النواة أما الإلكترونات جسيمات ذات شحنة سالبة تحيط بالنواة هي تحيط بالنواة والباقي هذا كل ياته عبارة عن شو عن شو عن فراغ قل لك وقد وجد أن البروتون والنيوترون يتمركز في وسط الذرة يعني في النواة بينما توجد الإلكترونات حول النواة وتتحرك في مسألات محددة يعني جو الذرة الذرة جواتها الفسفوسة جواتها النواة موجبة فيها بروتون ونيوترون لنيوترون فيش عليه شو حنة كتلته مشابهة لكتلك البروتون طب والإلكترون السالب حولين حولين النواة كلهم داخل الذرة أوضح نموذج رذرفورد قام بقذف صفيحة ذهب بأشعة ألفة لاحظ أن معظم أشعة ألفة اختلقت مما يدل أن حجم الذرة فراغ هذا إيجابة السؤال جزء من الأشعة انحرف دلالة على وجود جسيمات موجبة داخل الذرة جزء من الأشعة ارتد تتركز الكتلة في المادة الموجبة اللي هي اسمها النواة وفاستر سبب مرور معظم جسيمات ألفة خلال الصفيحة حجم معظم معظم حجم الذرة شو ماله فراغ أما السؤال هذا جاوبنا لكم إياه حكي أنه قذف صفيحة الذهب بأشعة ألفة واخترقت واوة والأخري الحصة القادمة إن شاء الله تعالى رح أدرسنا إياكم من الضائر يعني شي سهل وخفيف ولطيف وكتكوت ما ظلش إشي عنا هيك الدرس تقريبا انتهى ما ظلش إشي يعني في عنا هون شوية حكي ولكلك يعطيكم ألف عافية مراجعة الدرس يعني الحصة الجاي حتكون إن شاء الله تعالى وإذا ربنا كتب لنا يكون من أهل الدنيا بنصور لكم النظائر وبنحل أسئلة الدرس الأول هيك الدرس الأول انتهى من الصف التاسع يا رب يا رب يا رب يا رب أني قدرت أفهمكم إياه وأبسطوا عليكم واشرحي لكم إياه مع أنه الدرس هذا حفظ يعني هيك نموذج وشو سوى وشو عمل وكيف استنتج لكن حاولت شوية إني أقدر ألطف لكم إياه الله يعطيكم العافية نراكم إن شاء الله في الحصة الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر